كابتول سامع ليه اعتذرت عن التواجد في الجهاز الفاني المنتخل مصر والله بص هو طبعا هو إبراهيم تكلمني وكان حساب مسافر في ماتش الهلال السعودي ثم في مبارات النهائي في بطولة الأمام الإفريقية وكلمني أكتر من مرة وتكلمنا في حاجات كده أنا يعني ليه أسباب خاصة أنا مش بالعكس أنا شوية رف أن أنا أشتغل معهم أنا قلت لك أنا عاشرتهم فترة طويلة جدا وإحنا اللعيبة وعارفين بعض كويس قوي يعني يعني عشرة كبيرة فهم عارفين سلوكي وأنا عارف سلوكهم وحتى يعني استمراريت الممكن تكون انقطعت عن بعض الناس لكن معهم هم بالذات إحنا مستمرين لغد دلوقتي يعني علاقة طويلة جدا حتى وإحنا مدربين حتى وإحنا فكان شرف بس أنا يمكن كان في عندي ظروف خاصة حسابات ليه معينة عشان كده بس اعتصرت حسابات ليه علاقة أنت حابب فكرة أننا بقى مدير فني مش حابب أننا بقى بقى لا 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 مش هيدي الفكرة مش هيدي الأساس لكن ممكن تكون واحدة من الأسباب لكن مش هو ده السبب الرئيس ده منتخب مصري حاجات خاصة بيه يعني لكن طبعا هم معهم جاس قوي جدا طبعا كلهم محتومين طبعا كابتن طريق سليمان رجل تاريخ كبير جدا كلاعب وسواء في المصري أو في منتخب مصر مدرب كبير جدا واشتغل معهم كتير واشتغل لوحده كتير كابتن محمد عبد الواحد كمان كابتن محمد عبد الواحد واحد جدا اختيار مناسب جدا رجل لعيب كان كبير كلعيب وكمان من اللعيبة اللي هي صوتها هادي يعني مش بتاع مشاكل وعنده عقل وبيفكر متطور جدا متطور جدا اشتغل كتير جدا في نادي ودي دجلة مع مدربين كتير أجانب واحترف في الخارج رجل يعني خباراته كبيرة جدا ورجل محترم يعني ايضا سعفان من مدربين الكويسين جدا وكان لاعب عظيم في نادي الإسماعيلي طبعا ومنتخب مصر فهو جهاز متكامل وحتى الجهاز الإداري هما خلاص منساجمين فنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله وان شاء الله حقا وحاجة كويسة المنتخب